قبيل أيام من موعد المناظرة الثالثة بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون لم يتوانى المرشح الجمهوري للسباق إلى البيت الأبيض عن كيل الاتهامات لمنافسته الديمقراطية في وقت تواصل حملته مواجهة الاتهامات بالتحايل على النظام الضريبي والتحرش الجنسي بالنفي ترامب واصل هجومه على قدرة تحمل منافسته متهما إياها بتعاطي المنشطات خلال المناظرة التلفزيونية الثانية التي جرت بينهما وطلب بإخضاعها لفحص قبل المناظرة التلفزيونية الثالثة والأخيرة التي ستجرى الأربعاء في لاس فيغاس ترامب جدد حملته على وسائل الإعلام الأمريكية وقال إنها تسعى إلى تزوير الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني نوفمبر المقبل لصالح كلينتون بدلا من أن تجري محاسبتها فإن كلينتون مرشحة للرئاسة خلال عملية انتخابية تبدو للكثير من الناس أنها مزورة تماما الانتخابات يجري تزويرها من خلال الإعلام الفاسد الذي يدفع بمزاعم خاطئة وكاذبة صريحة في إطار الجهود الرامية لانتخاب كلينتون كرئيسة لكننا سنوقف ذلك ولن نتراجع رد حملة كلينتون جاء على لسان مرشحها لمنصب نائب الرئيس تيم كين الذي استنكر تصريحات ترامب حول إمكانية التلاعب بالعملية الانتخابية عندما أدرك دونالد ترامب أنه يخسر وقد دفعت هيلري كلينتون لإدراكي أنه خاسر خلال أول مناظرة أعتقد أن ترامب تلفظ بتلك العبارات عدة مرات ومن المرجح أنه فكر في تلك الكلمات بعد أن غادر المنصة عقب أول مناظرة لكنه لا يستطيع حتى أن يتقبل الخسارة ويحاول العودة بقوة وقاعة أخرى ألقت بظلالها على مصاري حملة كلينتون تمثلت في تصريبات نشرها موقع ويكيليكس من بينها خطب لهيلري كلينتون قيل أنها تكشف مزيدا من التفاصيل عن علاقة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية مع المؤسسات الكبرى في وول ستريت تصريحات ترامب تأتي في وقت تحتدم فيه المنافسة مع كلينتون فيما تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقها عليه ترجمة نانسي قنقر